ما تخافش على الأهلي طول ما فيه هذا الوعي العام طول ما فيه هذه الفرصة المتاحة لتلبية رغبات كل محبي النادي في مزيد من الارتباط والتعلق بالنادي الأهلي لكن هناك كلام كثير فيه الغربال حقوق طبيعية أم منحة وزارية قبل ما ندخل في الموضوع الدور اللي بيقوم به النادي الأهلي تجاه وطنه ومجتمعه وأهله وناسه ومحبيه ومنتخبات بلاده هذا هو الدور الطبيعي جدا لا يمن فيه على أحد بل يمارس هذه المسئولية التي اطلع بها النادي الأهلي منذ نشاته الأولى يعني الأباء المؤسسون للنادي الأهلي كان هدفهم خدمة الحركة الوطنية كان هدفهم من إنشاء النادي في هذا المكان إزاي يقدروا يدعموا الحركة الوطنية المصرية ويحققوا طموحات وأهداف هذا الوطن فبالتالي اتسق هذا الهدف كل العصور وكل المراحل وكل المجال استباعا في كل مرحلة بتفعل أكتر شفنا إحنا مزيد من هذا التفعيل في هذا الدور في هذا الوقت لأنه مصر محتاجة الأهلي جدا محتاجة الأهلي بشعبيته محتاجة الأهلي بمكانته محتاجة الأهلي برسالته محتاجة الأهلي بوعيه وباستقراره ومن ثم يأتي الدعم بشكل صريح يدفع الكابتن محمود الخطيب في كل مناسبة أن نعبر كرئيس للنادي عن امتنانه لدعم فخامة الرئيس عفتاح السيسي لدور النادي الأهلي كابتن الخطيب في حديثه مع الأستاذ أحمد موسى مبارح أشار إلى هذه الجزئية نشوف كان حضرتك إشادة بالسيد الرئيس أيضا واستجابة بخصوص بعض المنشآت أه طبعا حقيقة الفترة اللي فاتت الحقيقة يمكن أنا قلت كان بأكثر من مرة في أكثر من مكان نحن كان في حقيقة موافقات أو أحدام عشان نعمل أي منشآت بأنه لازم ناخد ترخيص يعني نحن من أيام اللي أرحمه الكابتن الصالح سليم من سنة التسعين في مريضة ناصر مثلا كان كابتن صالح وبعدين كابتن حسن حمدي وبعدين المعندس محمد طاهر وبعدين أنا حاولنا ناخد موافقات لحاجات عايزين نخلصها عايزين ننشآت ننشآت يعني نعم كان فيها صعوبة شوية لغاية ما فاجأة كده سيادة الرئيس كان بيمره ماك إن هناك تحص تغير كتير جدا في الناحي المدينة تديية ناصر نعم فكان إحنا عملنا بوابة حلوة والحمد لله وعملنا صورة الخلف كله نعم فشافل الصور على الممر رئيس عطي للرئيس وطريق الناصر شافل الصور ده وقت مش معمول اللي هو عبرها عن سلك شائد كده وعليش والزرع بالشكل طبعا مش مناسب خالص فكلمونا حياة ستراز بسأل انتم ما كميتوش ليل الصور ده الصور طبعا نلتلتلتل احنا بأن فترة طويلة جدا من 30 سنة يعني بنحاول ناخد الرخيص بعد الموضوع ده فالحقيقة أسعدني جدا جدا من بعد نص ساعة بس جيرولي يعني اشتغل بكرة في الصور كلمت بقى على الجمان الباركين بتاع مدينة ناصر اللي برضو اشتغل بكرة على طول يعني كمان فيه ارتفاعات بتاع بسيخ زايد علشان الاستاذ ان شاء الله فقوي اشتغل على طول ماشا الله بدل 30 متر لمنطقة الاستاذ و 12 متر لمنطقة المحيطة بالاستاذ هي حاجات دي احنا بنا فترة طويلة عشان ناخد فيها يعني موافات فالحمد لله ما جالنا بهذا الشكل وانا هنا بأذكره جدا وفي نفس الوقت لازم احنا كمان نكون جديين ونشتغل عشان كده مجرد مجالسينا موافة حتى الشفائية دي احنا استغلنا فورا بان ده ده اصبح بقى توجيه برضو من اثيات الرئيس احنا لازم نقوم بالدور ده مع النادي الاهلي في كل مكان فانا باشكره جدا لان الامور يتماشى بيشتغل في يعني روتين سواء لك ان امور دي كفارة للدنيا مش كويس ده نادي الاهلي ما ييت ناصل النهار ده بقى حاجة تانية بصراحة الحمد لله رب العالمين والله ان شاء الله برضو في السيخ زايد الدنيا هتبقى افضل باذن الله اعتقد المنطقة كمان هناك يعني 27 فجدان اعتقد ان احنا في مساحة مجنة باشتغل فيها كويس بإذن الله كان حضرتك اشهد هذا السرد وهذا الحوار الذي ضار بين الاستاذ احمد موسى واتاح الفرصة للكابتن الخطير الخطيب والخطير ان ينتج الفرصة ليشكر سيادة الرئيس على ما يقدمه من دعم للمؤسسات خصصا مؤسسة بحجم النادي الاهلي يرى فيها انها جادة فيما تنهجه من تطوير ومنشآت بتساعد بتساعد الى حد كبير في حل مشكلات اخرى خارج اصوار النادي الاهلي وحدوده لما يقولك ان هم عدي على صور النادي الاهلي في مدينة ناصر لاحظ في تطوير في شغل بص الملاحظة فيها زكاء طبعا فيها المعية هو مش بيعد كده مرور الكراب هو لقى أصوار وفجأة صور لا يتصق مع بقية الأصوار ويعني مهمل ايه حكايته الصور ده قصره ناقص الترخيص بتاعته فيأمر باستصدار الترخيص عشان المنظر الجميل يبتم عشان بعد كده الاهل يقدر يعمل الجراش عشان بعد كده ياخد الترخيص بتاعت الاستاد والاستثناءات المطلوبة علشان يقدر يطلع بالارتفاعات في الشيخ زايد هذا الاهتمام له معنى وهي رسالة يجب أن يفهمها كل المسؤولون أو المسؤولين كل المسؤولين كل المسؤولين وهنا في الرياضة على رأسهم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اللي هنقف مع سيادته وقفة لمحاولة استقراء هل ما يطالب به النادي الأهلي هي حقوق طبيعية لمساعدته على أداء رسالته ودعم دوره وأيضا قيامه بهذا الدور الكبير جدا في خدمة الحركة الرياضية لأن النادي الأهلي اعطيني منشأة وأعطيك بطلة النادي الأهلي لما يجي ينشأ ثلاث صلاة للألعاب في الشيخ زايد اللي الكابتن الخطيب بيتكلم عليهم مع الأستاذ أحمد موسى صالت تينس طاولة والكل يعلم حجم إسهام النادي الأهلي في تينس الطاولة المصري كما تيجي نذكر بالناس بالتينس الطاولة بنتينة هنا جودة والإنجاز الرائع في بطولة العالم تحت 15 سنة هي المصنفة الثالثة على مستوى العالم بالزبط هي تجاوزت بطلة تايلاند ودخلت في الكوارتر طيب ده النادي الأهلي اللي طلع عمر عصر يكون واحد من أعلى المصنفين في تاريخ تينس الطاولة عمر عصر عمر من أعلى المصنفين في تاريخ تينس الطاولة في العشرين الأول على العالم عالميا وهنا جودة هذه المعجزة الطفلة المعجزة ودينة مشرف وكل زميلاتها وكل أبطال تينس الطاولة للدرجة أنya في بطولة أفريقيا دكتور أشرف في بطولة أفريقيا الأخيرة تقدر تسأل اتحاد تنس الطاولة مين من الأهلي عدد البعثة المشاركة هتلاقيهم رجال وبنات من أبناء النادي الأهلي تبص على منتخابات الناشئين والناشئات من أبناء النادي الأهلي ده تنس الطاولة رياضة الكراتيه وانت واحد من أبطال الكراتيه ولعل سيدة الرئيس لما أشار وأحمد طريب يسأله اللعبة اللي انت بتمارسها أو بتحبها وبتمارسها قال له الكراتيه أكيد الدكتور أشرف صبحي بطل الكراتيه يعلم جيدا حجم إسهام النادي الأهلي في لعبة الكراتيه والمنتخبات الوطنية للكراتيه معلوم جدا دور النادي الأهلي في هذه اللعبة لما يكون صالة للسكواش والنادي الأهلي بيقدم أبطال عالم متميزين جدا في هذه اللعبة ثلاث صلاة يا سيادة الوزير في أرض الأهلي في الشيخ زايد النادي على وشك افتتاحهم النادي لا يحصل على أي دعم إنشائي برضو ما حدش بيتكلم مين بياخد كام ولا التساوي في توزيع الدعم الإنشائي للأندية ما بيتكلمش الأهلي بهذا المنطق خالص كل حد له ظروفه بس النادي الأهلي لما يخاطب معه لي وزير الشباب والرياضة بست خطابات خلال ست شهور أو خمس شهور ده كتير جدا أنه ما يتردش عن نادي الأهلي بجد كتير على الأقل مساعدته في القيام بهذا الدور وحنستعرض مع حضراتكم لا والسياسة اسأل وعمل الغموض بقى ما هنشفهمين الموقف ايه ليه مش بترده ليكو حقا لا مش هنديكو لا مش هنديكو طب قدام شوية ما فيش مناقشة انت عارف يا سيد إبراهيم يا ريتك انت بتتجنم في الدعم طب فين الحقوق هو أنت ليك حقوق عند الشركة الرعية اللي راحت قدت المنافس بتاعك لمدة سنة قدام وكان دور الوزير مشكورا يعني وزير الشباب الرضا تدخل واستحق الشكره من جانب مسؤولي الزمالك لتدخله لدى الشركة الرعية في مدحة لدى الزمالك حقوق مستقبلية 210 مليون جنيه وانت الليل اللي يحصل على حقوق المتأخرة المتأخرة اللي عايزة يدفع بيحقوق لبعض أجهزة دولة في الإنشاءات للهيئة الهندسية الشركة الهندسية اللي بتنجز هذه المشروعات وانت ليك 210 مليون جنيه مش عارف تقودهم بالضبط بحثا عن هذه الحقوق الطبيعية قبل ما تكون حكملك بس ونبل حتة دي قبل ما تعدي علي عشان حسيبك تسرط بقى بتفاصيل الرئيس شاور على تسهيلات للنادي الأهلي ترخيص وستثناءات وحاجات كده وايضا حل مشكلة كبيرة جدا لنادي الزمالك ليه علاقة بالفرع بتاع 6 أكتوبر اللي كانت سحب فأنا عايزة أقول ها دي رعاية للمؤسسات لإدراكه إن دي مؤسسات ياكب أنطرعة فاحنا مش بنقول كده عشان ما بنقولش معنى لا ادي الزمالك ودي الإسماعيلي ودي الأهلي حقوقه وديه والاتحاد وكل الأندية الشعبية اللي لها دور علشان تقدر مؤسسات تقوم بدورها النادي الأهلي له فلوس تساعدوا عليها النادي الأهلي له حقوق عندك أنت إحنا خدنا خدنا خليني أنا أقولك بقى بداية الخطابات لأنه فعلا مش من المزبوط أبدا أن أنا أبعث لك خمس أو ست خطابات في خمس شهور وما فيش رد بداية في سبعة وعشرين ستة عشرين واحد وعشرين سيد الأستاذ الدكتور أشرف صبح وزير الشباب الرياضة يسعدني أن أهدي إلى سيادتكم تحيات السادة أعضاء مجلس إدارة النادي وتحيات هذا كابتن محمود الخطيب موقع هذا الخطاب وبيقوله في إطار حرص النادي الأهلي على تمثيل الرياضة المصرية في المحافل الدولية على المستوى الدولي والإفريقي والعربي وفي ضوء الإنجازات التي يحققها الفريق الأول لكرة القدم من الفوز بالبطولات الدولية والقرية وتحقيق مراكز متقدمة فيها وبالإشارة إلى قرار وزير الدولة دي النقطة المهمة عشان بقولك هي حقوق حقوق منصوص عليها لائحيا وبالإشارة إلى قرار وزير الدولة لشؤون الرياضة الرقم 338 لسانة كان بقى 2013 والصادر بالتاريخ 2-4-2013 والمتضمن اعتماد لائحة ضوابط ومعايير تكريم لعب المنتخبات والفرق الرياضية ونظرا لما أصاب العالم بصفة عامة وقطع كرة القدم على المستوى الوطني بصفة خاصة نتيجة جائحة كورونا والذي كان سببا مباشرا لتضرر الأندية الرياضية على مستوى العالم من النواحي المادية تمثلت في عدم استمرارية تدفق العوائد المالية بصفة منتظمة وتحمل الأندية الكثير من الأعباء المالية بالإنفاق الضخم ومنها بالضرورة النادي الأهلي لكنه في ظل تلك الظروف والتحديات الصعبة قد حقق النادي الكثير من البطولات الدولية متمثلة في حصول النادي على بطول الدوري أبطال أفريقيا 2020 الحصول على الميدالة البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية 2020 بالدوحة وامتد ذلك بإنجاز جديد وهو بطولة كأس السوبر الأفريقي والذي انعكس على مكانة الرياضة المصرية بشكل عام وكرة القدم المصرية بشكل خاص واستمرار النادي في تفرده بالمركز الثاني كأفضل الأندية العالمية حصدا للبطولات الدولية والقرية بعد ريال مدريد بيقول النادي الأهلي أو الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة في خطاب أو في ختام خطابه الأول للسيد الوزير لذا نرجو التكرم بتطبيق اللائحة المشار إليها بعليه مما يتناسب مع حجم البطولات التي حققها النادي الأهلي رغم التحديات الكبيرة التي واجهها وحتى يتمكن من الاستمرار في مسيرته القادمة وتقديم صورة مشرفة للرياضة المصرية ونحن نقدر لكم تعاونكم ودعمكم الإيجاب الدائم والمساندة الدائمة مع تمنياتي لكم بموفور الصحة والسداد ولمصرنا الغالية كل تقدم وازدهار محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي إمتى في 27 ستة عشرين واحد وعشرين يعني من خمس شهور ونص تقريبا حد رد لا ما جاش رد حد قال حاجة ما حدش قال حاجة برغم إن الآلي بيشير إلي فيه قرار وزاري منظم لهذه المكافئات لا وفاترت عدم الرد إيه الحكمة يعني إن الموضوع يموت بالتجاهل يعني مش مفهومة رح رادت باعة النادي الآلي في 31 سبعة لأنه عنده التزامات ملحة عنده التزامات وعنده فرق رياضية وعنده أعضاء وعنده شركات شغالة لها مطالبات وعنده جمهور منتظر مزيد من البطولات والفرحة سيد إبراهيم البعض غيارة يقولك الأهلي مزانيته بطوله 2 مليار ما كويس لكن أنا التزاماتي أكتر من كده لأن أنا بأخذ الفلوس دي مش بحطها في البنوك أنا بشتغل بيها بعمل بيها مؤسسات برب بيها رياضيين وفي نفس الوقت مش عارفة حصلها بالضبط بعت الألف 31 سبع للدكتور أشرف صبح وزير الشباب والرياضة يسعدني أن أهدي إلى سياداتكم تحيات أستاذ أعضاء ويطيبوا لي أنا أتقدم لسياداتكم بخالص التأدير والتحية على مجهوداتكم المبزولة للارتقاء المستمر بمستوى الرياضة المصرية وفي إطار حرص الناد الأهلي على تمثيل الرياضة المصرية بيذكروا بنفس الدور اللي الأهلي بيقوم به وبيقول له الأهلي حقق الكثير من البطولات الدولية وبيسرد للبطولات وعليه نود من سياداتكم التكرم بتطبيق لائحة ضوابط ومعايير تكريم لعب الفرق والمنتخبات الرياضية المعتمدة بقرار وزير الدولة لشؤون الرياضة رقم كذا لسنة كذا في 2013 وتفضلوا سياداتكم بقبول وافر التحية يعني في شهر 6 وفي شهر 7 يعني 27 27 و31 يعني شهر شهر وقلت لك رد علي ما فيش انبعيت له في 21 السيد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يسعدني أن أهدي إلى سياداتكم تحيات السادة وإلحاقا لخطابنا الصادر عشان أفكرك بقى إلحاقا لخطابنا الصادر لسياداتكم رقم 1174 بتاريخ 27 ورقم كذا بتاريخ و31 سبعة الخطابين اللي أنا قاريتهم لحضراتكم بيقولوا علما بأن النادي الآلي قد حقق من البطولات لربما يكون محدش قال إن محدش سمع على البطولات دي الآلي والله العظيم خد دور أبطال أفريقيا مرتين وخد كاس العالم المركز التالت وخد والله العظيم السوبر الأفريقي وفيه ليحة والله العظيم تاني لها قرار وزاري منظم بتاريخ كذا بينص على معايير تكريم ودعم المنتخبات والفرق الرياضية الفائزة بالبطولات القسم ده من عندي طبعا مش من الورق بس فعلا يدعو لده لأنه في الكلام ده في 21 فبرجاء التكرم من سياداتكم بتطبيق اللائح المشار إليها بعليه بما يتناسب مع حجم البطولات التي حققها النادي الآلي وحتى يتمكن من الاستمرار في مسيراته القادمة وتقديم صورة مشرفة للرياضة المصرية أنا عايز يعني أو أقدر أقوم بهذا الدور 21-9 بعت له هذا الخطاب ورح بعت له خطاب تاني معاه في تفاصيل قاله بعد أن أصبحت الرياضة أمرا حيويا ومهما للغاية بالنسبة لربان السفينة فخامة السيد الرئيس عفتاح السيسي رئيس الجمهورية في قيادة الأمن القوم المصري كما أنها تمثل قطاعا أساسيا في بناء وتشكيل النظام الاجتماعي والاقتصادي ونشاط تجاري له تيارات متنوعة من العوائد لصالح الموازنة العامة للدولة هذا الإدراك أكثر عمقا بعد أن نص الدستور الجديد لجمهورية مصر العربية عام 2014 في مداته رقم 84 على أن نص الدستور ممارسة الرياضة حقه للجميع وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهبين الرياضيا ورعايتهم واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة وينظم القانون شؤون الرياضة والهيئات الرياضية الأهلية وفقا للمعايير الدولية ده نص الدستور طيب أنا بس عشان ناسي عرفت تابعك كل فقرة كده ايه ايه ده بيستند إلى نص الدستور وأهمية الرياضة وقيمتها وقيمتها الفقرة جاء بتقولي بقى بيقوله هنا هذا يتطلب بالضرورة منظومة وطنية من المنشآت والبنية التحتية الرياضية لتزويد المجتمع المصري باحتياجاته من الخدمات والمنشآت لتوفير فرص الممارسة للمواطنين واكتشاف المواهب الرياضية منهم وتهيئة السبل للوصول إلى المنتخبات الوطنية وتعزيز مكانة مصر في المحافل الرياضية الدولية الأمر الذي أخذ معه النادي الآلي بزمام المبادرة وتنفيذ مشروعات لتطوير منشآته وبنياته التحتية الرياضية حظيت أغلبها بشرف حضور سيادتكم لافتتاحها في كل من المقر الرئيسي بجزيرة ومدينة نصر وأيضا الشيخ زايد والذي سيفتتح به أربع صلات رياضية للجنباز والكاراتيه والإسكواش وتنس الطولة أنا نسيت الجنباز في عرض المنشآت جنباز إسكواش كاراتيه وتنس طولة والصلاة دي قابليها بسنة ولا اتنين اتعاملت في الجزيرة في الجزيرة ومدينة نصر إذن أنت عمال بتضيف بتضيف إلى البنية الأساسية الرياضية في مصر كل يوم التاني بيقول له النادي الآلي لسيادة الوزير في هذا الخطاب الذي يبدو فيه الآلي كما لو كان قد فاض به الكيل بيقول له بعد استعراض هذه الصلاة الأربعة خلال شهر من تاريخ الخطاب وذلك باستثمارات تصل لـ 94 مليون 45 ألف 859 جنيه 94 مليون جنيه ونص تقريبا هذا بالإضافة إلى المساهمة الفاعلة لتنفيذ توجه الدولة نحو إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة وتطوير المناطق المحيطة بها بالتعاقد مع هيئة المجتمعات العمرانية على شراء قطعة أرض بالقاهرة الجديدة بالقرب من العاصمة الإدارية الجديدة مساحتها 50 فدان بقيمة إجمالية تصل لـ 667 مليون 339 ألف 667 مليون و269 ألف و534 جنيه قيمة أرض التجمع كما تعاقد النادي مع أعرق المؤسسات الوطنية وهي وزارة الدفاع متمثلة في الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وإدارة التشغيل أو الأشغال العسكرية نلخص الحتة اللي فاتت دي مهم هو بيقول هنا أنا اللي بيركز على إيه هو أنا صرفت فلوسي في إيه أنا عملت الصلاة والحاجات دي بحوالي 100 مليون 94 وشوية زائد مش عارف كام وفرع مدينة فرع التجمع متكلفني حوالي 667 مليون يعني حوالي 700 مليون قرابة أنت داخل على المليارة هو يعني الفلوس مش واخدين ها ده بيتشتغل بيها وبشتغل فيها وفقا للأهداف العامة للدولة أيوة بعمل المنشآت اللي زي ما شوفنا بمشي فيها في الاتجاهة بتاع الدولة إعمار تنمية بنية تحتية رياضية رعاية رياضيين استكمال الصورة يعني رعاية شباب في مدينة ناصر والجراش والأسوار اتسقت مع التطوير اللي حصل في المنطقة وشانت عليه طبعا بيقول له النادي الآلي أنه وانا شغال مع مين أنا تعاقد النادي مع أعرق المؤسسات الوطنية وهي وزارة الدفاع ممثلة في الهيئة الهندسية لقوات المسلحة إدارة الأشغال العسكرية لتنفيذ أعمال البنية الأساسية للفرع الجديد بالقاهرة الجديدة بقيمة إجمالية تقديرية بلغت 96.576.347 جنيه بالإضافة إلى تنفيذ المرحلة الأولى للفرع الجديد بالقاهرة الجديدة بقيمة إجمالية بلغت 313.750.000 بالإضافة إلى الاستعداد لسداد للبروتوكول الثالث في إطار نفس المرحلة الأولى بقيمة تقديرية تصل إلى 450 مليون جنيه أدي مليار تاني آه علما بأن هذه الأعمال سوف تنتهي بنهاية العام الحالي يعني كمان أيام ليتم افتتاح هذا الفرع ليكون إضافة جديدة يساهم بها النادي في تدعيم توجهات الدولة وثورتها التطويرية والإنشائية والرياضية يعني أنت عايز المستحقات تدفع مستحقات الدولة أيها هذه مؤسسات يعني منتشفة فيها أنت روحت اختصرت مسافات كتيرة جدا روحت لمؤسسات الدولة العسكرية اللي هي أعلى حاجة أعلى حاجة في التنفيذ وأعلى حاجة في التسليم والأكثر انضباطا والتوقيت وكل حاجة بالزبط طب هي الناس عايزين فلوسها ادوني عشان ادفع له وبيقول النادي الآلف في ختام خطابه المطول والكاشف المدعم بالأرقام بيقوله في إطار دعم الدولة وقيادتها السياسية للرياضة والمنشاة الرياضية وكانت وزارة الشباب والرياضة دائما وأبدا وخاصة في ظل قيادة سيادتكم ما تدعم الهيئات الرياضية الجادة والهادفة وكانت شريكا لنا في كثير من إنجازاتنا حيث قامت الوزارة بتقديم الدعم المالي للعديد من الهيئات والمؤسسات الرياضية ترسيخا لتوجهات القيادة السياسية بدعم الرياضة والرياضيين الأمر الذي يأمل معه النادي الآلي في دعم وزارتكم المؤقرة بمبلغ 100 مليون جنيه لاستكمال المرحلة الأولى لفرع التجمع بالقاهرة الجديدة على أن يسدد هذا لصالح الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ما تدينيش فلوس إدارة الأشغال العسكرية التي تنفذ مشروع الفرع الجديد شاكرين لسيادتكم تعاونكم وتفهمكم ده شهر عشرة ده واحد وعشرين تسعة انت لسه ما دخلتش بقى عشرتين يعني واحد وعشرين تسعة كان فيه خطابين خطاب الآلي بيقول لسيادة الوزير والله بعت جواب مرتين بتاريخ سبعة وعشرين ستة وعشرين التاني تفاصيل كذا في شهر قال له بعتلك الحقل للخطابين في سبعة وعشرين ستة وواحد وثلاثين سبعة بفكر انه فيه ليحة معتمدة بقرار وزاري تنص على معايير تكريم ودعم الرياضيين للأبطال المحاققين للبطولات وانا والله عملت بطولات بقى مرت ما خدت بطولة أفريقيا دور الأبطال مرتين خدت السوبر الأفريقي خدت تالت العالم بنافس ريال مدريد على صدارة أندية العالم كل ده اللي رفعت قيمة الرياضة المصرية وصورتها وبالتالي ده ينطبق عليه لا يحط الوزارة وفقا للقرار الوزاري في 2013 فين ما فيش بعد تالت خطاب بفكرك أن أنا سيادة الوزير بعدت الخطاب ده مرتين وتاني يوم كان الخطاب الشامل اللي فيه كل الأرقام اللي النادي القالب ينفقها على الانشاءات الرياضية من خلال وزارة الدفاع فبيقوله في ختام الخطاب أنا مش عايز حاجة اتفضل سيادة الوزارة وجه الفلوس المطلوبة 100 مليون جنيه لوزارة الدفاع الإدارة الهندسية إدارة الأشغال العسكرية اللي بتنفذ في المشروع لأن ليه حقوق عندي وأنا ليه حقوق عند وزارة الشباب والرياضة ده الخطاب اللي جاي بقى أستاذ إبراهيم مهم جدا لأنه برضو بيوضح للوزارة الشباب مش بس ليه حقوق عندك ده أنا الشركاء الاستراتيجيين اللي هم بتوعل بس التلفزيوني والرعاية عليهم فلوس إقراء بعد 21-9 الأهل استنى كان بقى 8-18 يوم ومفيش مفيش مفيش رد أنبعة الأهل في 10 أكتوبر للسيد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبح يسعدني أن أهدي لسيادتكم تحياتي وتحيات أعظم مجلس الإدارة متمنية لسيادتكم دوام التوفيق وسادات في خدمة الرياضة المصرية وإلحاقا لكتابنا الصادر لسيادتكم بتاريخ 21-9 والمتضمن طلب دعم وزارتكم المؤقرة للنادي الأهلي ومن منطلق التعاون المستمر والعلاقات الوطيدة بين وزارة الشباب والرياضة والنادي ونظراً لاحتياج النادي لاستكمال الإنشاءات في كل من المقر الرئيسي بجزيرة وفرع مدينة نصر وأيضاً فرع الشيخ زايد والذي سيفتتح به أربع صلاة رياضية مهمة للجنباز والكراتية والسكواش وتنس الطاولة خلال الفترة القادمة واستكمال تنفيذ البنية الأساسية والمرحلة الأولى لفرع النادي بالقاهرة الجديدة علماً بأن هذه الأعمال سوف تنتهي بنهاية العام الحالي ليتم افتتاح هذا الفرع ليكون إضافة جديدة يساهم بها النادي في تدعيم توجهات الدولة وثوراتها التطويرية والإنشاءة والرياضية علماً بأنه دي نقطة المهمة يوجد مديونية كبيرة للنادي طرف الشركاء الاستراتيجيين للنادي لم يتم سدادها مما يؤثر على استكمال مسيرة الأعمال الإنشائية والأمور التشغيلية اليومية المصاحبة لذلك فبرجاء فبرجاء الموافقة على دعم وزارتكم المؤقرة لاستكمال المرحلة الأولى لفرع التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة وتمكين النادي من خدمة الرياضة والرياضيين والمنتخبات الوطنية في مختلف الرياضات الأولمبية شاكرين لسياداتكم البعض يقول لك ما أنت عندك ميزانياتك وبتاخد رعاية طيب أنا مش عارف أخد فلوسي من الشركاء دول وده اللي بنقوله وليه فلوس عند الوزارة بقارات وزارية وبدعم بتديه لكل الأندية مش ليه الواحدة بالضبط طيب ادفعوا الالتزامات ما تدينيش ادفعوا الالتزامات اللي عليا لمؤسسات تبع الدولة بتنفذ لي بالضبط وبعدين ساعدوني يعني هم ما تقلش كده بس مفهوم أنا بقولك الشركاء للسراتيجيين ليه فلوس عندهم ساعدني زي ما ساعدت غيري ده غيري واخد مؤدب أنا ليه فلوس يعني حد ما ياخدش حقوق المتاخرة وحد ياخد حقوق مستقبلية وانت ساعدت بديه بالضبط ووجهي ليه شكر يعني مشكورا فيه 2 نوفمبر يعني 10 10 ما فيش 22 يوم لاحظش ولا خبر 2 11 المنقضي أرسل الكابتن محمود الخطيب هذا الخطاب الجديد للسيد الوزير بعد إهداء سيداتكم أرق التحيات وووو وإلحاقا ورح أذكر الخطاب كل ما سبق عرضه من خطابات سمتوها حضراتكم ويقوله من منطلق التعاون المستمر والعلاقات الوطيدة بين كذا وفي ضوء خطابنا الصدر لسيداتكم بتاريخ 21 9 وبتاريخ 10 10 ونحن ننتظر من سياداتكم دعم وزارتكم المؤقرة حتى يتمكن النادي الأهلي من استكمال رسالاته في خدمة الرياضة والرياضيين والمنتخبات الوطنية في مختلف الألعاب وده كان آخر خطاب في 2 نوفمبر ولا زال الأهلي منتظرا شهر كامل من 2 11 النهاردة 6 11 ولا 7 11 12 يعني بعد أكتر نتمنى يكون الطرح ده للتذكرة ويتمنى أن النادي الأهلي يعني يتلقى هذه الحقوق وهذا الدعم والمستحقات اللي عند الشركاء للسراتيجيين علشان يقدر يكمل رسالته وديحنا كل شوية بنبعد جاب لكن المفروض حد يرد خاصة أننا نحن نتكلم على أطراف كلها مسؤولة كل طرف عليه التزامات معينة بنكمل أدوار بعض هنطلع لفاصل وبعد الفاصل نشوف إزاي هنقدر نكمل أدوار بعض